تحياتي لك روديتك تحياتي أحد منفاجآت طفل الأقصى هي هذه انتخاب السنوار وأنا واحد من الناس اللي تفاجأت حقيقة حتى الكيان الصميمي تفاجأ من انتخاب السنوار عادة حلقات التحرور والجناحات العسكرية بيكون إلى جناحات سياسية في الخارج بتمثلة ويكون قادرة على الحركة أكتر والتعامل مع المجتمع الدولي أكتر وتمرير الرسائل والتفاوض على نهاية ما على نهاية ما ولكن انك تختاري رئيس الحركة في نفسه العقل المدبر لطفل الأقصى وهو بيمثل جناح السقور في حركة حماس يعني هذا بيأكدلك على المرحلة القادمة انه هي متجهة للتصعيد وتم الاختيار بإجماع كامل عبر مؤسسات حركة حماس التشاورية انه هذا الرجل كونون نتنياهو مصر على الاستمرار في الحرب مصر على الاستمرار في الأهداف تبعه ما عم بعمل أي مجال لصفقة ما لإيقاف الحرب تمهيداً كمال قادة حماس قرأوا قراءة ما في مستقبل أمريكا بقدوم ترمب وقدوم ترمب رح يكون عامل داعم أكتر لنتنياهو بشكل أكبر ورح يكون حقيقة وبال على الفلسطينيين كثير يعني ترمب لا يخفي جهاراً أنه الوطن البضيل هو الأردن والزهاب إلى صفقة القرن وترحيل أهل غزة إلى سيناء يعني هو صاحب الفكرة فهذا التشدد الإسرائيلي بالإضافة للتشدد المرتقب من ترمب في المستقبل كان لابد من مواجهة يعني سيد سيد داعك شادو وكأن الوضع أنا مقابل اليمين المتطرف في إسرائيل واليمين المتطرف في أمريكا يمين متطرف فلسطيني أحسنتي أحسنتي والحقيقة أنه هذا اليمين ما بحبه المتطرف بس أنه اليمين مقابل يمين كما يعرف سيد سيد شادو نعم نعم نحن نتحدث بالعبارات نعم يجب مواجهة التوجه اليميني